طيب خلينا بقى نروح للدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مساء الخير يا فندم مساء يا نور يا دكتورة بسمة ازاي يا حضرتك اهلا وسهلا يا فندم عايزين اعرف ازاي شايف التكليف الرئاسي لدعم جيش مصر الابيض بزيادة بدل المخاطر للاطباق هو حضرتك طبعا دي خطوة يعني احنا ليس امامنا الا ان نقدم جزيرة الشكر للسيد رئيس الكمورية يعني بيعكس تقديره للجيش الابيض اللي وخطه اتفاع الاول في هذه الازمة وفي ازمات كثيرة البداية كانت بدل المعنة الطبية اه كصدر التوجيهات بزيادة 75% لجميع القريق الطبي من اطباء وتمريض وصيطلة واسنان وعلاق طبيعي الحاجة التانية صندوق المخاطر اللي هو ده برضو من الحاجات اللي كانت مطلوبة جدا عشان في مواجهة القضايا اللي بتقام على الاطباء والتأمين الطبي يبقى من هذا الصندوق اه للتأمين الطبي الحاجة التانية كان اطباء الامتياز في تعديل قانون ممارسة المعنة الطبية كان القانون بيقول انه الاطباء الامتياز ياخدوا 80% من اجر الطبيب المقلين لغاية دلوقتي القرار ده لم يفعل فالسيد رئيس الجمهورية اصدر توجيهات اليوم بزيادة مرتب طبيب الامتياز لـ 220 جنيه بدل 400 جنيه بالاضافة لمكافآت الاستثنائية اللي هتصرف للي هم المواجهين في مستشفى العزل وفي المعامل المركزية مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر كلها دي حاجات ايجابية بتصب في صالح المنظومة الطبية وانا شايف انها دي اجراءات غير مسبوقة وبداية على الطريق لتصحيح المصار المادي او العائد المادي للمنظومة الطبية طيب اسمح لي حضرتك سيادة النائب عايزة عرف يعني اذا كان ده دور الدولة في دعم الاطباء طيب لجنة الصحة والبرلمان يعني خطاتهم ايه لدعم اطباء مصر في معركتهم مع فيروس كورونا حضرتك احنا بالنسبة لنا كلجنة احنا متواصلين وفي شبه العقاد ماليش الصوت رايحي فندم بالنسبة لكم كلجنة في شبه العقاد دائم اللجنة من خلال التواصل الاجتماعي والمقترحات من ممرها اسبوعيا لمعالي السيد والسيد الدكتور رئيس المجلس طبقا لتوجيهاته ودي عبارة عن احنا بنطالب بزيادة بدل العدوى للاطباء عموما وبالذات في مستشفيات العدل والعائد الماتي اللي هو بدل المعنى الطبية ده احنا بننتبره بداية لخطوات التصحيح بالاضافة للدعم المعنوي وكلنا احنا بنشد على قديهم وبنقول اننا كلنا خلفهم يعني بنساعدهم واي شيء مطلوب احنا جلنا منهم اي ملاحظات بنمرها للوزارة ومتابعين على مدار السفر وده الحقيقة اللي بننتظره من برلمان مصر وبنشكرك جدا دكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اشتركوا في القناة